السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير زي ما انتم شايفين كده الناس كانت هتتجنن على الحلقة اللي انتم شايفينها قدامكم دي اللي هي ازاي تاخد رقم امريكي عشان تستخدمه في المهمات بتاعة بيكوركارز او تستخدمه في المواقع او السايتس اللي بتطلب ان انت تدخل رقم تليفون عشان اه اتبعت لك عليه الرسائل وتحط فيه كود التفعيل والناس برضو بتسأل عشان تفعل واتس تفعل تليجرام تفعل ايا كانت الحاجة اللي هي عايزة تفعلها فزي ما انتم شايفين قدامكم وحبيت ان انا ابدأ لكم بالاسبات يعني حبيت ان احطت لكم الاسبات الاول زي ما انتوا شايف اا اه اه او ال رقم قدامكم. اه دلوقتي اه يعني انت تقدر ان انت دلوقتي تستخدمه حتى في ارسال الرسائل. تقدر ان انت تستخدمه في ارسال الرسائل واستقبال الرسائل. تمام? لو دوست نوت ناو دلوقتي. هيبدأ طبعا ان في اعلانات بتظهر الاعلانات انا خفيها. طبيعي لاني ما ينفعش ايه? ما ينفعش تظهر قدامكم. فسيبكم الاعلانات هتدوس قلوز بعد كده هنددى ان احنا ندوس نوت ناو. وهتلاقي الرقم بتاعك موجود فوق. تلاقي الرقم بتاعك وفوق يا شباب عشان الناس ايه? عشان الناس تبقى آآ بدقى معايا على المصدقية. تمام? زي بطبعا في الفيديوهات الايه? في الفيديوهات اللي انا عرضتها في فيديوهين معروضين آآ تركت الحصول على رقم بولندي وتركت الحصول على رقم امريكي والفيديوهين شغالين والطريقتين شغالين لحد الان لو الناس آآ كانت شغالة معها الطريقة في الاول والطريقة فصلت تقدر ان انت تمسح التطبيق وتنزله تاني وتطبق نفس الخطوات تانية شبابة. تمام? ده بالنسبة للفيديوهين الاديين. اما وارده اسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن آآ اما بقى الفيديو والتطبيق الجديد دوت هيبدأ دلوقتي افهمك الطريقة واحدة واحدة وبازن اللي الفيديو مش هيطاول لانها طريقة بسيطة جدا جدا وسهلا. تمام? ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتاعك واهم حاجة تصلى عن نبي في كومنت تحت اهم حاجة واهم من كل اللي انا بقوله دوت. ان انت تصلى عن نبي في كومنت تحت يا جماعة. تمام? يلا بينا. يا جماعة تطبيقنا اللي هنتكلم عنده اسمه نيكست بلس. نيكست بلس زي ما انتم شايفين تقدر ان انت تحمله من جوجل بلاي او تحمله من كوروم تحمله من منطقة اللي انت حابب تحمله فيها لكن هو تطبيقنا اسمه نيكست بلس تمام يا جماعة? تمام. حلو. اعمل ايه? نفس الخطوات اللي انا طبقتها في الفيديوهات اللي فاتت. بس هنا هتختلف في حتة بسيطة صغنطوطة. ان انت هتستخدم الفي بي ان لازم يكون على دولة دولة. تكون يعني زي دولة معلهاش ضغط. يعني دولة معلهاش ضغط. المهم يعني ما تستخدمش الفي بي ان بتاعك على دولة يكون تكون نيويورك مثلا تكون نيوجيرسي لا. تستخدم اي مناطق مش معروفة. تمام? طب لو انت ملقتش مناطق اه غير كده في الفي بي ان. يعني في الفي بي ان مثلا ما لقيتش غير نيويورك او نيوجيرسي او المناطق اللي هيا المعروفة او ايديات. هم ابرزوا من الاتنين اللي انا قلتهم دول. اه لو ما لقيتش غيرهم جرب عليهم. يعني ما فيش مشكلة. انا الحقيقة ما جربتش عليهم. بس هو بيقولك ان يفضل ان ما تستخدمش الفي بي ان ايه عليهم. لان هما المناطق دي بيجي منهم طلبات كتير يعني. فهدا ممكن التطبيق يقولك ايه يقابلك بالرفض يعني. فتبطر ان انت تغير المنطقة ويت ايه وتجرب تاني. فيا سيدي اتأكد ان انت عندك اه الفي بي ان بتاعك يعني مش لازما يكون مدفوع. عاديني بقول له هو عشان محدش يخشيلي في كومنتات يقول لي الفي بي ان مدفوع ومش مدفوع. الشباب الفي بي ان المدفوع بيعمل نفس اللي بيعمله الفي بي ان المجاني بس الفي كان المجاني بيبقى التحميل عليه اكتر ويتالي سرعيات وابطأ والاي بي هات بتاعته بتبقى معروفة اكتر. بس يا شباب ادي الفكرة مش ركتة لكن انت تقدر تعمل بالمجاني نفس اللي بيعمله المدفوع فيا جماعة مفيش اي اختلاف في حوار الفي بي ان المهم الدولة المهمة طالما انت استخدمت انا لو انا استخدمت في الفيديو دولة امريكا فانت تستخدم دولة امريكا برضا. طالما بتستخدم نفس الدولة خلاص مش هتفرق الفكرة. تمام يا جماعة? اه دلوقتي انا هستخدم قدامكم فيب ان مجاني مش هتستخدم مدفوع. تقدر ان انت تشوف قيمة الفي بي انات المجانية والطبقات المجانية والاكستنشن الحاجات دي كلها من الصورة اللي قدامك ديت اللي ظهره فيديو احنا عملناه اه في القناة الفيديو دوت لا من كل فيب انات المجانية او معظمها او افضله. هستخدم اه بعد تجربة تلات فيب انات مجانيين من فيديوهات من فيب انات اللي احنا عرضناهم. والحقيقة كسلت كلهم مليانين يا اما اللي السيرفرات فيها وقع. في الوقت اللي انا بصور فيه دلوقتي لان انا بصور الساعة خمسة ونص الصبح. فجماعة ممكن انت تجرب في اوقات تانية بنفس الفي بي انات اللي ايه اللي موجودة في الفيديو اللي انا شرحتها فيه. المهم دلوقتي اجرب بالفي بي انا المجاني اه سوري المدفوع اللي انا وردت كل اثبات بتاعه في اول فيديو. فهنعمل بيه الطريقة. انت فهمني وابذن الله الفي بي انات التانية هتعمل فيها نفس الخطوات. لاني والله العظيم زي ما بيقولك مريها علاقة هي بفي بي اني مدفوعة ولا مش مدفوعة. تمام يا جماعة? بس المهم ان السيرفر يبقى موجود اصلا. انا دلوقتي دخلت ما لقيتش فيهم سيرفرات مش راديني يعملو كونكت. لاني مليانين يا اما السيرفرات بتاعتهم واع في الوقت الحالي. السر بصراحة انا مش فيه. بس الطريقة كالقاتي زي ما انت ما شايف كده بتخش في التطبيق بعد ما بتحمله وبتنزل على كلمة sign up وبعدك بدوس continue بتدوس deny. شايف كلمة deny اللي انا بدوسها دي تدوس deny. ما تدوس قلاوي. يعني متسمحلوش. هنكتب طبعا هنا الاسم المحبوب طبعا ايهاب خالد ليه ايهاب خالد لانه واحد مجهول الهوية غير معروف غير المعروف الشخصية بمنتج لنا الفيديوهات فيعني حرام برضو ايه اسمه نزهره كده يعني ايه في نص الفيديو ولا حاجة يعني خلي نعملو شو ولا نشهره حب ايه شكرا يا بنت على ثقتك الغالية شكرا معانه ماستحقش اصلا واحد عايز درب الصورة تبجور منك الدامج لطخك طلجة ويحسبك علي نفر المهم اه نيجي بقى نكمل التكملة كالقاتي المفروض بيظهر لكباتشا هي الكباتشا ظهرت هيبدأ ان احنا نحل الكباتشا وبعد كده المفروض ان هو هيخش ويقول لنا ايه ويقول لنا ان احنا نختار الرقاب فزي وزي البرنامج القديم اللي انا ايه اللي انا شرحته بس انا نفرقي الشخصي الحقيقة البرنامج القديم احسن تمام هنختار الترافيك لايتس طبعا تمام تمام بص يا جماعة على حظنا اللي سود ان السيرفر بتاع الموقع اه او بتاع التطبيق وقع في الوقت اللي احنا برضو بنصور فيه فيعني انا الحقيقة اه كده مش هقدر ان انا كمل معاكو خطوات عملية الايه عملية التسجيل بس هي الخطوات ان انت بتختار كود زي في الفيديو بتاع الساكند لاين اللي هو التطبيق الاولين قالص انا شرحته اللي موجود برضو لينك بتاعه في الديسكريبشن نفس الخطوات ان انت بتختار اه الكود بتاع البلد اللي هو اه بيبقى مثلا لو قلت 505 او 305 ويبدأ ان هو يديك ايه كذا رقم هتختار رقم من الارقام ويجيلك الصورة اللي انا اللي انا اه حططها لك سوري الجزء ان الفيديو اللي انا حططه لك في اول الفيديو خالص هو دوت بالزبط اللي هيجيلك بعد ما تختار الرقم بس يا شباب فانا انا الحقيقة انا عملت رقم بالفعل وحطت لك اللي هو جزء الفيديو في الاول ويبعد كده زي ما بقولك كده جيت ان انا خرجت وامتي مسح لتطبيق ومساحة الرقم ويجيت اعمل لك وقدامكم الخطوات عملي لقيت لك الايه السيرفر اهو زي ما انت مشايف وقع السيرفر زي نفسه وقع مش عارف ايه المشكلة برضو لما جيت اخش على صفحتهم في الكروم لقيت فعلا الصفحة بتاعتهم فجماعة يعني معلش بقى زورونا هي الخطوات هي هي نفسها طبعا انت هتقول لي لما من تشتش وقمت عامل الخطوات دي في وقت تاني لاننا الحقيقة مش فاضي اصلا اننا سأقول لكم في وقت تاني فجماعة زوروني اه اتمنى تكون الفيديو عجبك التطبيق يعتبر انت اساسا مش محتاج اي حاجة من الخطوات ديت غير التطبيق لان انت الخطوات ديت هتلاقي هي هي نفس الخطوات اللي في التطبيق الاولاني خالص اللي انا شرحت بس يا جماعة موضوع سهل وبسيط بتجيب VPN VPN سواء مجاني او مدفوع وتبدأ ان انت تستخدمه على دولة على دولة يكون السيرفر بتاع امريكا فيها مفهوش لوت كبير وتبدأ ان انت تخش وتسجل عادي جدا بس يا جماعة ده كانش في حالي النهاردة من تنساش اللايك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسم خالد او اسم اهاب خالد مش هنكتبه تاني يا جماعة في الكومنتات ومش هنكتبه في التاني خالص في اي تسجيل دخول لأي حاجة لانه وشه بسم الله ما شاء الله خير وشه خير يا هاب وحاوز تعرف معنى الحرية ده انت راجل صحيح